السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة يا جماعة رجعنا في فيديو جديد وهو مقياس المقاومة بس قبل كده يا جماعة من تنسوش يدعمونا بالاشراء في القناة وتفعيل زر الجرس واللايقات ولو فيت علاقات عشان نقدم كل مواجه جديد نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم المحتوى التي نتكلم معنا النهاردة واحد مقياس المقاومة اتنين كيفية عمل الأوميتر ثلاثة استخدامات الأوميتر اربع انواع الأوميتر النقطة الأولى من قياس المقاومة يطلق على الجهاز المستخدم في قياس المقاومة الكهربائية اسم الأوميتر ويمكن وصل الجهاز على التوالي أو التوازي في حالة الرغبة بقياس قيمة المقاومة في أبسط أجهزة الأوميتر حال ستزيد المقاومة الكهربائية وينخفض الطيار الكهربائي في حالة وصله على طريقة التوالي بينما ستزيد المقاومة الكهربائية وسيستهلك الجهاز طيارا كهربائي أقصر في حالة التوصيل على التوازي ويعبر عن القيمة النتيجة من الجهاز بوحدة الأوم النقطة الثانية كيفية عمل الأوميتر أن الهدف الأساسي من الأوميتر هو قياس المقاومة القهربائية الوقاعة بين أسلاق التوصيل حيث يعتبر الأوميتر جهازاً مناسباً لإعطاء قيمة المقاومة بشكل مباشر ويمكن قراءة قيمة المقاومة عن طريق حركة العداد الميكينيكية للطيار القهربائي ولإنتاج الطيار الضروري لعمل هذه الحركة يجب توصيل الأوميتر بمصدر داخلي للجهد كما يجب وضع عدة مقاومات متفوتة للسماح بدخول الطيار للحرقة بالقيمة الصحيحة من أي مقاومة النقطة الثالثة استخدامات الأوميتر على الرغم من قلة الدقة في هذه الأجهزة إلا أنها تستخدم في مجال واسع من التطبيقات لحساب قيمة المقاومة التقريبية ومنها 1. فرز وقياس المقاومات في الدوائر القهربائية 2. فحص استمرارية الدائرة الكهربائية وسنائيات إشباه المواصلات 3. تحديد قيمة المقاومة التقريبية لعناصر السخان أو ملفات الآلة 4. تحديد قيمة التقريبية للمقاومة التي تساهم في تقليل الوقت المستهلك في موازنة الجسر في مختبرات الجسور النقطة الرابعة والأخيرة أنواع الأوميتر هناك نوعان رئيسيان من جهاز الأوميتر وهما جهاز الأوميتر الرقمي وجهاز الأوميتر التناظري ويعود اختيار أي من النوعين بناء على مجال الاستخدام إلا أن كل النوعين يقيسان الجهد والطيار والمقاومة بالطريقة نفسها فعلى سبيل المثال يختراول هو منزليون الجهاز الأساسي الرقمي أما مهندسي التصميم والفنيين المحترفين والقهربائيين يفضلون استخدام وحدات مكلفة بشكل أكبر بكثير وبكده يا جماعة يكون الفيديو انتهى معنا النهاردة ياريت ما تنسوش تدعمونا بالاشراء في القناة وتفايل زر الجرس واللايقات ولو في تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد نشوفك في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته